فيما يبدو أنه تأكيد للمؤكد كشفت وثائق جديدة حصلت عليها Associated Press مخالفات جاسيمة وملفات فساد لا تعد ولا تحصى ارتكبها مكتب منظمة صحة العالمية في سوريا مئة وثيقة دانت ممثلة المنظمة أكمجال مختوموفا تركمان السياة الأصل أخطرها كانت توقيع اتفاقيات مع السياسيين بارزين بالنظام الأسد في سوريا حيث قدم موظفون منظمة بسوريا شكاوى حول تعرضهم لضغوط لإبرام اتفاق بشأن الإمدادات الأساسية مثل الوقود مع كبار المسؤولين في النظام السوري أضف إليها تقديم خدمات لهؤلاء المسؤولين وعقد اجتماعات سرية مع القوات الروسية في سوريا وهما اعتبر انتهاكا صارخا لحياة المنظمة الأممية ليس هذا فحسب وثائق Associated Press أكدت أن مختوموفا قامت بتعيين أقارب مسؤولين بالنظام غير أكفاء ضمن فريق المنظمة العامل في الأراضي السورية أما الطامة الكبرى فقد كانت بحسب الوثائق أن مديرة المنظمة في سوريا عينت ضمن فريقها بعضا من موالي النظام المتهمين بارتكاب انتهاكات حقوقية لا حصر لها بحق السوريين وهما اعتبر انه فضيحة كبرى حيث بات هؤلاء موظفون يتقاضون رواتب عالية من منظمة إنسانية صباحا وقتل مأجورين لصالح النظام مساء الموظفون أضفوا في تقاريرهم أن مختوموفا استخدمت أموال المنظمة لشراء هدايا لوزارة الصحة التابعة للنظام شملت أجهزة كمبيوتر متطورة وعملت ذهبية وسيارات فيما وصفها بعضهم بأنها عقود مثيرة للريبة بينها وبين مسؤولي النظام بدورها فتحت منظمة الصحة العالمية تحقيقا هو الأكبر ضمن القضايا الداخلية بعد العدد الهائل من الشكاوى التي وصلتها حيث شارك أكثر من عشرين محققا فيه وهي إشارة لحجم الفساد والانتهاكات وأكدت منظمة الصحة العالمية في بيان أن التحقيقات لا تزال جارية ووصفتها بأنها طويلة ومعقدة رافضة التعليق على مخالفات مختوموفا متذرعة بقضايا السرية وحماية الموظفين علما بأن وثائق Associated Press لم تكن أول من صلت الضوء على فساد المنظمة في سوريا فقد اشتكى السوريون أنفسهم مرارا من توزيع المساعدات الإنسانية لمولي النظام دون توزيعها على المعارضين